في فيديو النهاردة هاعمل معاكو المولتو او الكروسون بشكراطة بطريقة سهلة قوي وبسيطة ومن غير زبدة وهيطلع هش كده وحلو انا هاعمله النهاردة صغير يعني اه اللي هو الميني كروسون وهنشوف ازاي من نص كيلو دقيقة هنعمل الكمية دي كلها عندي هنا اول حاجة نص كباية من المية تكون المية دافية وهحط فيها معلقة من السكر وهحط فيها كمان معلقة خميرة علشان اختبر الاول الخميرة وهغطيها وهسيبها لحد ما تعمل في القاعد كده من فوق كده وتعمل فهم كده يبقى كده الخميرة تمام ونجحة انا اهو دودتهم في بعض وبعد كده هستنى عليهم عشر دقايق وهوريكم شكلها عامل ازاي عندي هنا نص كيلو من الدقيق هحط عليهم زرة ملح وهحط عليهم معلقتين من السكر وده اختياري معلقة من اللبن البودرة معلقة كبيرة ممكن ما تضيفهاش يعني ما فيش اي مشكلة لو مش متوفر عندكم هوريكم شكل الخميرة طبعا انا اختبرتها لان انا مكنتش مجربة الخميرة دي قبل كده وهو زي ما انتوا شايفين عاملة الفهم اللي انا قلتلكو عليه كده هي تمام نجحة هضيفها بقى على الدقيق وهاجن دلوقتي المقدير دي مع بعضها المقديرها سهلة جدا وبسيطة وبتعمل كمية حلوة يعني وبسيطة قوي ومش محتاجين كمان ان احنا نفضل نلف ونعجن ونطبق فيها كتير لا هوريكم دلوقتي طريقة سهلة قوي اول حاجة انا بعجن كده العجين ده كويس قوي وهنزلها دلوقتي على الرخامة علشان عجنها كتير يعني محتاجين ان احنا نعجن فيها شوية حلوين عشر دقايق مثلا او حاجة بفضل اعجن فيها لحد ما تديني عجينة نعمة كده وحلوة بعد كده بقسم العجينة دي انا قسمت هنا العجين ليه اتناشر كورة عملتهم كده اتناشر واحدة ليه عملتهم اتناشر واحدة علشان انا عايزة العجين ده عايزة كل كل تلات كور كده او اربعة مع بعض يعني انا هعمل كل اربع كور كده مع بعض يعني فوق بعض وهسيب الباقي على جنب اغطيه بكيس انا حطت شوية زيت على الرخامة وبايدي كده بفرد كده العجينة شوية عندي هنا شوية نشا صغيرين مش كتير وعندي معلقتين كبار من السمنة سمنة نباتي عادي وممكن كمان تستخدمه زيت برضو ما فيش اي مشكلة بس السمنة هتدي نتيجة احسن من الزيت لما احنا حطينا خميرة في العجينة ادتها يعني بسهولة كده في ان احنا نفردها وكمان انا بعد ما بقطع الكور دي بسيبها ترتاح عشر دقايق علشان اعرف افردها كويس قوي انا فردت اهو اول واحدة وبعد كده هرش كده شوية نشا صغيرين حطها الاول كده على طبق او اي حاجة علشان ما تبقاش صعب ان انا انقلهم كلهم اهو حطيت كده اول واحدة هدهنا كده بالفرشة مش هحط كتير سمنة بالفرشة وبعد ما بدهنا بالسمنة برش بص ورشة النشا اللي انا رشتها كده حاجة كده بسيطة اوي مش كتير باخد التانية بقى بصوا ازاي بتتفرد بكل سهولة اهو ممكن تفردوها بايدكو على فكرة من غير نشابة ولا اي حاجة سهلة جدا بتتفرد بسهولة فضيعة يعني علشان هي كمان فيها خميرة فبتجرب سرعة الرخامة وامريحين العجينة كويس هاخد التانية دي بقى واروح احطها فوق اللي انا عملتها دي الخطوة دي على فكرة مش بتاخد وقت خالص معاكو هادهن كمان بسمنة بصوا انا بدهن بالفرشة وبرش رشة بسيطة اوي رشة النشا دي هي اللي بتعمل توريقة كده في النص بتديها توريقة حلوة بصوا التانية بتتفرد ازاي بكل سهولة اهو هاخد بقى دي نمرة تلاتة اهو هاخدها برضو حطها هاخد الاربعة احطهم بنفس الطريقة دي لحد ما خلص كل الكمية بخلص بقى كل اربعة فوق بعض وبدخلهم التلاجة او الفريزر يعودوا خمس دقايق لو في التلاجة ياخدوا مثلا ربع ساعة كده في التلاجة لحد ما السامنا دي تبقى جمدة شوية بفردها كده على الرخامة بالراحة خالص مش بضغط عليها اوي حاول افردها كده اهو ومش بخلي السمك بتاعها رفيع قوي علشان تدي الطبقات الحلوة دي التوريقة الحلوة بتاعة المولتو اللي احنا هنعمله بعملها كده بشكل كده دايرة وبعد كده بقطعت البتزا اسهل من انكم تستخدموا السكينة بس لو مش موجودة قطعت البتزا عادي خالص نستخدم السكينة انا كل واحدة عملتها كام واحدة عملتها دول تلاتة وتلاتة ستة وستة اتناشر وهم اصلا اه تلات اه يعني تلات مرات انا عملت الدايرة دي يعني فردت تلات مرات علشان انا عملت اتناشر كورة في الاول كل اه كل اربعة حطيتهم كده فوق بعض وهفردهم كده يعني يعني اللي انا مجهزهم في التلاجة لسا قاعدين في التلاجة بخرجهم لما اجي افردها بس وبعد كده لفتها كده زي ما انتم شفتوا دلوقتي بحط حتة شوكولاتة كده شوكولاتة خام قطعة صغيرة كده مش كبيرة عشان ما تخرجش برة لما تدخل الفرن اهو بلفها كده بالشكل ده بقفلها كده القفلة بتاعتها تبقى من تحت بالشكل ده بحطهم بقى كلهم بقى في صنية مدهونة لو عندكم نوتلا ممكن تحشوا بس تاخدوا بالكو كويس قوي انتم بتحشوها علشان ما تخرجش برة وتبهدر الدنيا بسيبهم بقى بالشكل ده اهو لحد ما يضاعف حجمهم في مكان دافي هتلاقوا الحجم بتاعهم زاد يعني بنسبهم معصلا نص ساعة او ساعة على حسب الجو عندكم زي ما قلتلكم بتعمل كمية كبيرة قوي من نص كيلو دقيق بصوا كده عملت الكمية دي كلها بعد ما حجمها الضعف هروح ادخلها الفرن ولو الفرن عندكم مش بتدي لون من فوق بفتح الشواية بعد ما بتاخد لون من تحت لحد ما بتاخد اللون الحلو ده طبعا كل فرن على حسب نظامها في فرن بتتخلي الحاجة يعني بتحمرها كده من كل الجهات كده فبتبقى حلوة خالص بصوا كده ده شكلها اهو من تحت ومن فوق محمل رجل خالص وحلوة ممكن طبعا تعملوا حجمة اكبر من كده براحتكم وممكن كمان تعملوا حجمة اصغر من كده برضو لو حسيتوا ان هو وشه ناشف اول ما بيطلع من الفرن بترشوا عليه رشة مية وتسيبوه بتغطوه باي حاجة فوطة نظيفة هتلاقوه بقى طاري وحلو ده شكله من جوه اهو شايفين التوريق عامل ازاي رغم ان هو ما فوش زبدة خالص بمعلقتين سامنة بس وشوية نشا وبكده يكون خلص فيديو النهاردة بتمنى يكون عجبك